السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إزايكم عاملين إيه يا رب تكونوا بخير إنه عدا فيديو جديد وصفة جديدة هنعمل فيها أحلى ملوخية خضرة ممكن تعمليها أو تكليها جنباشة رز بشارية أو رز أبيض أو رز حبة وحبة وكمان عملنا جنبها بتنجان والفلفل المألي كان طعم وطحفة وكمان الفراخ تحت الشواية اللي هي الفراخ المشوية كانت الوجبة فيه منتهى الجمال لو أول مرة تشوفوا القناة فضلا وليس أمر لاعقوا شير سبسكراب للقناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد طبعا الفيديو النهاردة عملتوا بكشاف بتاع الموبايل لأن الكهرباء قطعت وأنا عندي الإضاءة في المطبخ ما تكفيش آآ إن أنا أصور عليها فاضطريت إن أنا أصور بكشاف الموبايل فعايز رأيكم في الكومنتات التصوير كان حلو ولا لا يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل الغدى الجميل بتاعنا ازاي ده على كشاف الموبايل هنا جبت الملوخية غسلتها حلوة قوي لأول نقعتها وسبتها في المية شوية وبعد كده غسلتها وصفتها مرة واتنين وتلاتة زي ما قلتلكم قبل كده المصفى مع البولة دي بتيجي على بعضها كده أحلى حاجة ممكن إن انتي تغسلي فيها اللي هي الخضروات والحاجات دي هنا بقى أنا عندي البولة دي اللي هي مجفف الخضار بجيب كده الملوخية واحطه فيها دي بتسرع يعني بتقلل الوقت إن أنا أسيب الملوخية لحد ما تنشف لإني برضو من عوامل إن الملوخية تطلع معاك غمقة آآ إن انت بتعرض الملوخية في الهواء أول ما بتاخد الهواء على طول الورق بتاعها بيصمر حتى بعد ما بتخروطيها المفروض تغطيها لحد لما تيجي تسقطيها في الشربة عشان بعد ما بتخروطيها وبسبيها كده معرضة للهواء بتحس إن هي بتغمقي معاك ومش بتديكي أحلى لون الملوخية هنا أنا حطيتها كده في المجفف بتاعي وتفضلي تلفي حضراتكم شايفين بصوا بقى المية كل ما بتلفي المية بتنزل من الفتحات بتاعة المصفى اللي جواها تفضلي تلفي كده لحد لما تحس إن المية بقى خلاص مفيش مية تاني هروح شايلة منها الملوخية وابتدي بقى إن أنا أخرطها هوريكم دلوقتي المية اللي نزلت منها حتى المجفف ده لو فيه أي صفار أهو بصوا ده صفار طبعا من الملوخية لإن أنا وريتكم المية الأولانية كانت بيضة وزي الفل أهي فبتنزل لي أي صفار على حروف الورق بتاع الملوخية نفسه وبتعملي فيها الخضرة وبتعملي فيها أي حاجة عايزة تجف فيها بسرعة ما بتاخدش معاكي أي وقت هنا بقى أنا حطيت الملوخية وابتدي أجيب المخرطة طبعا أنا بخرطها بالمخرطة أنا قبل كده عملت فيديو اتنين عن طريق الكبة كنت بضربها في الكبة هي بتطلع حلوة والسمك بتاعها حلوة كل حاجة بس مش الطعم بتاع المخرطة فأنا رجعت أعملها بالمخرطة تاني لحد هنا بقى الكهربا شغالة بعد ما خلصت خرط أو أثناء الخرط بتاع الملوخية الكهربا قطعت فابتديت إن أنا أولع كشاف الموبايل وسطر ربنا إن الموبايل كان فيه شحن لو ما كانش فيه شحن ما كنتش عرفت أصور الوصفة ولا كنت عملت الأكل أصلا فأنا هنا وأنا شغالة كده بقى أهو هكامل بقى الخرط وارجع لكم وكانت الكهربا قطعت فابتديت إن أنا أصور بالكشاف زي ما حضراتكم شايفين طبعا أنا بعد ما سلقت الفراخ زي ما أنتم عارفين بحطله في الشربة بكي جرنيب بصل وجزر وطماطم وحبهان وكمان بحط قرنفل أنا دهنت هنا بس المقطع ما تصورش بس حبيت أعيد عليه تاني عشان أقول لكم بنجيب معلقتين من الصلصة عليهم معلقة من الزيت ونص معلقة صغيرة من الزعتر وبقلبها كويس ودنة وأحطها بقى تحت الشوايا لحد ما تاخد معايا اللون وزي ما قلت لحضراتكم أي حاجة تحت الشوايا لازم تتبعيها لو خدت لون من ناحية بتلي فيها عن الناحية التانية عشان مفيش ناحية تتحرق وناحية لسه أصلا ما خدتش معايا لون كده هدخلها بقى تحت الشوايا ويلا بينا بقى نعمل معانا الملوخية هنا أنا الملوخية مش بعمل لها طشة واحدة أنا بعمل لها طشتين أول طشة كده بجيب الحلة بتاحت اللي هعمل فيها الملوخية بنزل بالسمنة أو الزبدة وبقلب فيها التوم المفروم زي ما حضراتكم شايفين كده وافضل اقلب بقى في التوم لحد ما ياخد معايا اللون الدهبي طبعا اعذروني ان انا بصور والله بيد وبشتغل بالايدي التانية فعشان كده تحسوا ان الحاجة اللي انا بشتغل فيها بتتهزأ او بتتحرك انا هنا بقى حطيت معلقة من الكزبرة النشفة او الجفة واقلب لحد ما ريحت التوم والكزبرة طبعا اول ما بتحطشها الريحة بتطلع فظيعة بقلب بقى كده لحد ما الريحة تطلع بكون عندي الشربة طبعا مملاحاها بتاعة الفراخ حابة تحط فيها مرأة الدجاج ما فاش مشكلة مش حابة خلاص هنزل بقى بالشربة حسب كمية الملوخية ده بالنسبة اللي لو انت بتقدري كمية الملوخية قد الشربة لكن بالنسبة للبنات اللي هي لسه مبتدئة حط شوية شربة زغيرة بحيس ان انت تفك فيهم الملوخية لحد لما تندمج بالشربة خالص وتبتدي تنزلي بالشربة تدريجي لحد ما تحصلي على القوام بتاع الملوخية اللي انت عايزها لكن ما تقطريش الملوخية الشربة لو كترت الشربة وملوخية تلعت قليلة بتبقى صعب انا حوضت عليها هنا لحد لما تغلي غلت معايا كده الشربة نزلت بالملوخية زي ما قلت لحضراتكم هفكركم تاني الملوخية اول ما تخرطيها اول حاجة تغطيها يعني وانت بتخرطيها يبقى جنبك كده الغطى تخرطيها وتشيلها في الطبق او في اي حاجة يحبتش لي فيها وتروح مغطيها على طول عشان ما تاخدش هوى وتسمر معاك ويبقى مجهودك كله راح كده تمام انا نزلت كده بالملوخية اه كم الشربة اللي انا حطيتها قدام حضراتكم هي دي فعلا اللي كفت الملوخية والله ما حطيت ولا حاجة تاني من الشربة افضل بقى بمضرب بمعلاقة بيثباته لبقى اي حاجة عندك كده تبضل تفك كده في الملوخية مع الشربة طبعا هي الملوخية فريش بس برضو بتبقى متكتلة مع بعضها بحاول بقى ان انا فكاية كده تندمج بالشربة واسبها اول ما تغلي اول غلوة هنشوفها مع بعض بعد ما طفينا عليها عاملة ازاي ما تخليش الملوخية تغلي معاك الملوخية ما تغليش كتير يا جماعة اول ما تعمل كده كده او فقاعات كده اول ما تقلي باول قلبة بطفي عليها بتبقى بالمنظر ده بصوا بقى هنا باني الخضار بتاع الملوخية عامل ازاي لاني ولا نشفتها في الهوى ولا خرطتها واسبتها في الهوى فطلعت معايا الملوخية بصوا الجمال والطحفة عملت لها بقى الطاشة بتاعتها طبعا سمنة او زبدة على النار وحطيت التوم والكزبرة لحد ما خد اللون الداهب نزلت بيه كده طبعا انا بعد ما حطيت الطاشة نزلت بحرف الطاصة كده بس تتأكد ان الطاصة بتاعتك نضيفها وزي الفل عشان تعمل الحركة دي انا عملت الحركة دي لاني ما كنتش مالكة ان انا اخد من الملوخية واحط في الطاصة بصوا بقى الجمال مش قادر بقى اللوكو الريحة في معلومة كمان اول ما الملوخية تحطت لها الطاشة سيبيها بقى ما تغطهاش لو غطتيها الملوخية هتسقط منك كمام يبقى الملوخية تتسب كده لحد لما تهدى خالص ما تغطيش عليها البتنجان بقى طبعا احنا قلنا البتنجان والفلفل زي ما قلت لحضراتكم بتفتح البتنجان من الجنب كده والفلفل لازم يا جماعة يتفتح بالسكينة ولو فتحة صغيرة عشان لو ما فتحتش الفلفل هيفرقى معك سواء الفلفل الرومي او الفلفل الحام هنا الخلطة بتاعتنا ايه بقى بجيب تلات معالق كبار من الهاريسة الحامرة اللي احنا عملناها على القناة شوف عملنا من امتى ومشاء الله باخد منك انك لسه عاملها والله دلوقتي باخد تلات معالق من الهاريسة عليهم معالقة كبيرة من التوم المهروسة او معلقتين وبحط عليهم ملح وكمون ولمون وخل وقلب الخلطة دي بقى وكلي احلى بتنجان وفلفل 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 ممكن تكليل تمام ماشي انا كده بقى خلاص هكمل بقى الباقي وحنشوف بقى صفرتنا الصغيرة الجميلة عاملة ازاي البتنجان بتاعنا بصوا بعد ما خلص ما شاء الله جرنيش بقى بقى دونس بكزبارة باي حاجة خضرة عندك ممكن تعمليها بصوا بقى لاني طبعا زي ما قلت لحضراتكم العين بتاكل الاول وهنا معانا الرز بشعرية رزة ابيض رزة حبة وحبة واجهة الملوخية الجميلة مش قادرة اقولكو بس الاضاءة هنا الناحية دي مش جايبة الخضر اللي انتو شفتوها البتجازة هنا بعد ما خلص كده الفراخ وده همتها وحطتها تحت الشواية وطلعت لو انت بقى عايزها بريحة وطعم الشوي بتحطي فاحماية على حتة من السمنة وتغطيها بس انا ما عملتش بصراحة الخطوة دي هي كده طلعة في منتهى الجمال اهو اتمنى ان الفيديو كن عجبك وعايزة رأيكو في الكومنتات ان تصوير بالكشف الموبايل طلع الفيديو حلو ولا لا بصوا بقى الجمال ما تنسوش بقى الاشتراك والفيديو ده يستاهل لايكات قد كده على والله على التعب اللي انا تعبته فيه ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة